فرجعت ليرة التركية مقابل الدولار الاثنين تراكمة خسائرها إلى أكثر من عشرين في المئة هذا العام وسط تفاقم المخاوف بشأن التذخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها التركية في تدولة الاثنين لتصل إلى 16.55 ليرة للدولار الواحد عادت الخسائر العملة التركية نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها في العشرين ديسامر الماضي حينما فقدت الليرة 44% من قيمتها